السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اسلام البلشان النهاردة ان شاء الله معنا شطح جديد. النهاردة هنتكلم على اهم المميزات اللي موجودة في برنامج الفوتوشوب النسخة عشرين عشرين. النسخة اللي هنستخدمها النهاردة من البرنامج هي نسخة ادوب الفوتوشوب سي سي عشرين عشرين. اللي ازهره قدامكم على الشاشة دي. وكمان هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في الدسكريبشن تقدر تحمله. هتلاقي حجم البرنامج تقريبا حوالي اتنين اه اتنين جيجا. يعني مش فاكل تقريبا هكتب لك برضو حجم اه البرنامج اللي ازهر قدامك دلوقتي على الشاشة. طبعا البرنامج اه الفوتوشوب النسخة عشرين عشرين مليان طبعا اه مميزات متتعدش بس يعني هشرح لك النهاردة هشرح لك في الفيديو بتاع النهاردة اهم الحاجات اللي الكل بيستخدمها او اهم المميزات اللي موجودة في النسخة بتاعت عشرين عشرين اللي معظم الناس بتستخدمها يعني يعني اعتبر اللي هي الحاجات الاساسية بتاعت البرنامج. وكمان هشرح لك ازاي تقدر تسبت او تسطب البرنامج على الجهاز بتاعك ويفضل شغال معك مدى الحياة ما يفصلش معك. طبعا انه كنت مسجل الفيديو اللي بتاع اه الفيديو بتاع التسطيل كنت مسجله قبل كده لوحده من غير اه صوتي فعشان كده ايه هشرح لك يعني على في الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي هشرح لك يعني كتابيا كده فانت حاول تركز معي علشان ما تفوتش اي جزئية من التسطيل. فعلشان ما اطولش عليكم في المقدمة للفيديو بتاعنا هارضة هاعد اهم المميزات بتاعت البرنامج وكمان طريقة التسطيل. تعالوا بقى ان تابعوا مع بعض الفيديو اه الفيديو بتاع طريقة اه تسطيل البرنامج. بس تنبيه صغير قبل ما تبدأ في الفيديو علشان طبعا زي ما قلت لك هيبقى كتابي. هوضح لك برضو كل الكلام اللي هقولي ده هو تضحولك كتابي. بس علشان مش هياخد بالو مسلا لازم قبل ما تبدأ في الحكاية بتاعت تسطيل البرنامج او لازم قبل ما تسطب البرنامج لازم تكون فاصل النت خالص على الجهاز بتاعك. يعني الجهاز بتاعك تبقى قطع عنه النت خالص لان لو النت شغال البرنامج ما واش هيبدأ ما واش هيتسطب معك او ما واش هيبدأ او مش هيبقى شغال معك مداء الحياة. فانت لازم قبل ما تبدأ حكاية تسطيل البرنامج تقفل النت خالص عن الجهاز بتاعك. وبعد ما تسطب البرنامج ويخلص معك تقدر ان انت تشغل النت عد ما فيهاش اي مشكلة. والبرنامج هيفضل شغال معك ومتفاعل معك مدى الحياة. وطبعا البرنامج زي ما قلت لك مش هيحتاج كراكات او اي او اي تفعيلات هو البرنامج نسخة شغالة جهزة. يعني اول ما بتسطبه بس زي ما قلت لك تبقى قافل ان انت خلص عن الجهاز. بعد ما بتسطبه وبعد كده تقدر تشغل النت بتاعك على الجهاز وهيبدأ البرنامج هيبقى شغال معك بشكل طبيعي. وبعد كده هنشوف المميزات بتاعة البرنامج. تعالوا بقى نشوف دلوقتي الفيديو بسيط كده عن التسطيب بتاع البرنامج. طبعا صوت زي ما قلت لك مش هيبقى مش هيبقى موجود فيه لانه كان متسجل لوحده قبل كده. هشرح لك كتابيا على الفيديو. بعد ما نشوف الفيديو ده هنبدأ بقى في الشرح بتاع المميزات بتاعة البرنامج. يلا نشوف الفيديو بتاعنا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعالوا بقى يا شباب علشان ما نطولش في الفيديو مع بعض تعالوا بقى منعرف المميزات الجديدة بتاعة البرنامج بتاع فوتوشوب عشرين عشرين. ده دلوقتي اللي هي الايكونة بتاعة البرنامج ده شكل البرنامج الجديد صورة طبعا اه اي صورة كده علشان يعني نقدر نشتغل عليها. طبعا اللي هشرحه ان هالده هي بس اه طبعا البرنامج فيه مميزات كتير جدا بس. اللي هنشرحه ان هالده هي اهم المميزات بتاعة النسخة او اهم المميزات اللي الكل هيبقى اه هيستخدمها. اه طبعا البرنامج يعني معظم الادوات دلوقتي في البرنامج بتعتمد على ميزة الزكاية الاصطناعي في معظم الادوات اللي هي بتاعت البرنامج. اول ميزة هنستخدمها النهاردة اللي هي ميزة الميزة دي هي اللي ظاهرة قدامكم دي هتلاقيها في رابع اه رابع اداة اللي هي في الادوات بتاعت التحديد. هتلاقي اضافة عندك اداة جديدة اللي هي اه الاداة دي هاتماش موجودة الا في النسخة اللي هي عشرين عشرين. هتلاقوا طبعا لنك البرنامج موجود في تقدر تحمله عادي. البرنامج نسخة مفعالة بيشتغل معك. زي موريتك في اول الفيديو طريقة التصطيب بتاعت البرنامج. لازم تقفل النت وانت بتصطب البرنامج. وبعد ما البرنامج يصطب ترفتح النت معك عادي والبرنامج هيشتغل معك بصورة طبعية. هتلاقوا اللينك موجود في البرنامج دي الادا دي بتعمل ايه? ديت اداة اه اداة جديدة من ادوات اللي هي التحديد بتعتمد على التقنية اللي هي بتاعة الزكاية الاصطناعية. طيب ازاي تقدر تستخدم الاداة دي? طبعا دي سرعة نشتغل عليها لو جد مسلا اختبت من هنا الاداة. انت مسلا عاوز تحدد اللي هو الشخص اللي قدامك ده. يعني الشكل اللي ظهر قدامك ده عايز تحدده. بدغطة واحدة ومن يعني ممكن حتى يبضل في الاخر شوية تعدلات بسيطة تقدر تعملها. بس انت عايز تختار او تحدد الشكل اللي قدامك ده بدغطة واحدة. هتختار اللي هي الاداة دي هتو بتعمل مربع حوالين الشخصية او الحاجة اللي انت عاوز تقصها. هاجب مسلا حوالين الشكل ده هعمل المربع كده. اه. حاول المربع يبقى جاي يعني يضوب على قد الشكل اللي انت آآ اللي انت بيختاره علشان يعني يختارها لك بدقة اكبر. اهنا دلوقتي اخترت الادا دي. هاجب دلوقتي اسيب الموس. او زي ما انت شايف حددها لك يعني حددت لك الشكل اللي انت عايز لو جيت ضغط هنا على علامة او زي ما انت شايف. طيب. عندك جزء مسلا زيادة زي الشمس مسلا اللي ظهرت قدامك ده عاوز تشيلها. يعني جزء اه جي في التحديد عاوز انت تشيله. هتعمل ايه? عندك هنا التحديد طبعا كان بالشكل ده. عندك هنا اربع ادوات للادا دي. الاداة اول مربع ده اللي هو بتاع التحديد. اول مربع ده لو انت آآ تاني مربع ده لو انت عاوز تحدد كزا شكل مع بعض. تالت مربع ده اللي هو آآ لو انت عايز يعني تمسح جزء من التحديد. هتجي حوالين الجزء اللي انت عاوز تشيله ده هتعمل مربع تاني كده. او زي ما انت شايف. انا مش هيلها لك ومحدد لك بقية الشخصية بس. طبعا اه لو جيت ضغط هنا على ماسك دلوقتي اه زي ما انت شايف. فهدل لك مسلا الحاجات اللي هي زي الاجزاء البساطة دي انت ممكن تعملها كده زي ما انت شايف. بتقوم شايلها طبعا هتجي دلوقتي من المسك الاول. اهو. تيجي برضو على العلامة اللي هي بتاعة النقص دي وتحددها بتحدد على الحاجة اللي انت عاوز تشيلها بيقوم برضو شايلها لك. دي يعني يعتبر من اهم المميازات اللي موجودة في النسخة بتاعة الفوتوشوب اللي هي عشرين عشرين لانك تقدر تحدد الشكل اللي قدامك او الشخصية اللي قدامك بضغطة واحدة. ويعني ممكن في الاخر زي ما قلت لك يبقى تعدادة بسيطة زي بتاعة الشمس اللي عملناها ديت او حاجة تانية. طيب تعالوا مسلا نجرب على صورة تانية. عندنا صورة تانية هنا بالشكل ده. هاجي برضو على نفس الاداة واحدد مربع حوالين الشخصية اللي عاوزين نختارها كده. هاجي دلوقتي اسيب المربع. زي ما انت شايف حدد لك الشخصية هو يعني زي يعني بطريقة احترافية وبضغطة واحدة من غير ما انت تتعب يعني في اي حاجة. يعني برضو في الاداة ديت حاجة برضو عايزة ورها لك. حاجة مثلا زي اللي ظهر قدامك على الشاشة دي. انا جبت مسلا الصورة دي بالذات. يعني انت مسلا لو جيت تحدي لو انت عايز مسلا تشيل اللي هي الشنطة دي بس. لو انت عايز تحدد الشنطة اللي هي اللي اراضي بس. برضو هتيجي على نفس المربع وتحدد المربع حوالين الشكل اللي انت عاوز تختاره. وبتسيب بيقوم اختار لك هو الشكل اللي انت عايزه بس. يعني الزكاء الاصطناعي المستخدم في الاداة دي مش بيحدد لك بس الشخصية اللي انت يعني اللي انت اشغال عليها وبس لأ انت كمان ممكن تحدد حاجات معينة من على الشخصية من خلال الاداة دي وبرضو بضغطة واحدة زي ما انت شايف كده. عندنا الميزة التانية اللي بعد كده اللي هي الميزة اه ميزة الميزة ديت اللي هي علشان انت تقدر تتحكم في النسبة بتاعة الالوان او تتحكم في الالوان اللي موجودة في الصورة وتخليها اقرب للواقع. طبعا الميزة دي كانت موجودة طبعا في كل الاصدارات بتاعة الفوتوشوب بس كانت يعني شغل يعني معظم الشغل اللي فيها كان شغل يدوي. انما الشغل اللي موجود في الاصدار بتاع الفوتوشوب عشرين عشرين هو آآ شغل يعتبر كله زي ما قلت لك بيعتمد على الزكاة الاصطناعي وشغل كله يعتبر تلقائي ماش يدوي. دلوقتي علشان نعمل اه هتروح من هنا مسلا عندك صورة زي دي. هتروح من هنا على كلمة زي ما هي ظهرة قدامك كده هتروح منها على كلمة اللي اللي زهرة دي. اللي هي العلامة دي. هتضغط عليها. هتظهر لك مربع بالشكل ده. عندك هنا اللي هي كلمة بتاعة اوتو. بتضغط من لوحة المفاتيح على زرار الت وبتضغط على اوتو. بيبدأ يظهر لك مربع تاني هنا بالشكل ده. بتختار من هنا اللي هي تاني واحدة من تحت اللي هي تختارها. بعد كده بتختار من هنا اللي هي اللي هي دي. وبعد كده تضغط على اوكي. ده دلوقتي بيحددها لك يعني بيخلي لك معظم الالوان اللي في الصورة يعني مناسبة مع بعضها او تعتبر اقرب للواقع. يعني مسلا دي الصورة بعد التعديل وده الصورة قبل التعديل. ده قبل ما نضيف اللي هي وديت اللي بعد ما احنا ضفناها. طبعا بممكن انت باين في الصورة ايه الصورة تانية ما تبانش قوي لان الصورة ديت اصلا يعني ما يعني الحاجة دي بيبان اكتر في الصور اللي هي اللي مسلا انت متصور صورة بقامرة او بقامرة الموبايل او حاجة. انما يعني صور زي ديت تصميمات زي ديت يعني ممكن ما تبانش قوي يعني هي دوب ظاهرة كده بس. انما زي ما قلت لك الصور اه مسلا انت متصورها بقامرة او صورها بقامرة الموبايل هتبان معاك القرار آآ اكتر. عندنا الميزة اللي هي اللي بعد كده اللي موجودة في برنامج آآ فوتوشوب عشرين عشرين اللي هي ميزة الميزة ديت هي تعتبر برضو ميزة اللي هي اه اداء من ادوات التحديد بس من خلالها ان تقدر انت تعمل اه بس اه ان انت تقدر تشيل الخلفية من الصورة هي صحيح مش بتعمل بدقة قوي زي اللي هي الاداء اللي هي بتاعت اللي هي ديت بس هي بتفيدك كتير في وبتسهل عليك المواضيع بتاعت القص كتير وزي ما قلت لك بتمفع في صور وصور تانية ممكن ما تنفعش طيب ازاي تقدر استخدم الميزة اللي هي بتاعت عندك مسلا صورة زي دي زي ما انت شايف الصورة ديت معمولة هنا بافلة او اللي هي بتضغط عليها ضغطتين بتحولها بعد كده بتضغط على اوك تبدأ تتحول معاك هنا بالشكل ده او زي ما انت شايف طيب بعد كده بتروح من هنا على كلمة طبعا لو ما لقيت هاش بتروح من هنا على كلمة اه ويندو بتلاقيها ظهر هنا عندك بالشكل ده بتعلم عليها على متصح بتبدأ تظهر لك هنا كده تضغط على الصورة اللي انت عاوز تعملها وبعد كده بتروح عليها وبعد كده بتنزل تحت بتلاقي ظهر لك كلمة لاحظ دلوقتي الصورة دي اول ما بضغط على الكلمة زي ما انت شايفها شلك الخلفية من الصورة خالص زي ما قلت لك بتنفع في صور وصور تانية ممكن ما تنفعش طيب تعالوا نجرب على صورة تانية. عندنا صورة تانية هنا زي ديت تعتبر صورة اصعب في القص. اصعب ليه? لان الصورة اللي احنا استخدمناها الاول كانت صورة الخلفية بتاعتها يعتبر سادة. فعشان كده القص بتاعها بيبقى اسهل. انما ان الخلفية ما اشتسادة هنعمل فاقة هتحول برضو نفس الصورة اللي قدامك دي بتحولها اللاير بعد كده بتنزل تحت وتختار لاحظ دلوقتي ايه اللي هيحصل? زي ما انت شايف دلوقتي في اجزاء باقية معنا. الاجزاء دي بتعمل فاقة طبعا هو يعتبر سهل عليك الموضوع كتير لانه مساح لك معظم الخلفية اللي موجودة. بقى ايه بقى الصورة والحاجات دي تقدر ان انت تمسحها بالادالة بتاع بتاعة عندنا الميزة اللي بعد كده في برنامج فوتشوب عشرين عشرين اللي هي الميزة بتاعة الوارب. الوارب دي يعني ايه? يعني لو جيت مسلا دغطت على الصورة اللي قدامك هنا كنترول تيه علشان يظهر لك مربع التحديد اللي معروف ده. اه دلوقتي لو جيت ضغطت برضو كليك ايمين وضغطت على كلمة وارب هتلاقيها زهرة قدامك كده. الاول في الاصدارات القديمة كان بيظهر لك هنا بعد ما تضغط على الكلمة دي بيظهر لك حاجة زي شبكة كده علشان ان انت تقدر تتحكم في الاجزاء بتاعة الصورة. لأ في النسخة بقى اللي هي بتاعة فوتوشوب عشرين عشرين ايه بتضاف لك ميزة ان انت تتحكم في الشبكة نفسها. ازاي? يعني تقدر تتحكم في عدد العواميد اللي موجودة قدامك او عدد الصفوف اللي موجودة في الصورة علشان تتحكم في كل جزء موجود في الصورة يعني بدقة اكبر من الاصدارات اللي فاتت. طيب ازاي تقدر تظهر الحكاية دي? بعد ما بتضغط على كلمة وبعد كده بيظهر لك فوق التحكمات هنا بالشكل ده. عندك هنا اللي زهر قدامك دي. عندك هنا لو انت تقدر يعني تقدر تحدد عدد العواميد وعدد الصفوف. يعني مسلا اخترنا تلاتة وتلاتة بتضغط على اوكي بيبدو يظهروا لك هنا بالشكل ده. تمام? طيب لو جيت رجعت تاني اهو. رحت هنا على اه عندك هنا برضو تلاتة في تلاتة عندك اربعة في اربعة عندك خمسة في خمسة اهو زي ما انت شايف كده. عندك بقى حاجة تانية يعني يعتبر اهم مهم اللي هي التلات ايقونات اللي زهرين قدامك دي. طيب لو جيت مسلا ان انا اخترت من هنا ديت. ديت بتديك صف كده زي ما انت شايف علشان تقدر تضيفه في اي مكان موجود في الصورة. يعني مسلا هاجي هنا مسلا عند الراس واضيف. هاجي مسلا شوف بقى تختار بقى النقط اللي هي اللي زهر قدامك دي هي دي اللي انت بتتحكم من خلالها او زي ما انت شايف كده تمام? عندك برضو تجمع هنا ممكن تختار صف زي ده برضه تتحكم من خلاله زي ما انت شايف. عندك هنا تقدر تضيف اتنه مع بعض صف وعموز كده زي ما انت شايف برضو تتحكم في كل الاجزاء اللي موجودة فيه. دي الميزة جديدة اللي موجودة في البرنامج اللي هو فوتوشوب عشرين عشرين اللي هي ميزة الجديدة. اللي هي اضافت لك تحكم كامل بالعوامض والصفوف او الشبكة كاملة اللي موجودة اللي انت تقدر تحكم من خلالها في الصورة بتاعتك. عندنا الميزة اللي بعد كده اللي موجودة في البرنامج اللي هي ميزة الزوم. هتستغرب وتقول لي مسلا يعني يا اوه الزوم بقى له ميزة? لا. الميزة دلوقتي اللي بقول لك عليها انت طبعا في الاصدارات القديمة كلها علشان تقدر تعمل زوم على جزء معين من الصورة كنت بتضغط على زرار كنترول وبعد كده الزرار بتاع الزائد او البلاس علشان تقدر تعمل زوم. وهو كنترول ونقص علشان تقدر ترجع من الزوم تاني صح? لا. بالاصدار بقى اللي موجود بتاع اللي هو الفتشوب عشرين عشرين سهل عليك الموضوع ده يعني الطريقة كبيرة ازاي? انت مسلا عاوز تعمل زوم على معين انت مسلا عندك كزا زي ما انت شايف قدامك كم. عايز تعمل زوم على معين فيهم علشان تقدر تشتغل عليه. يعني مسلا عايز اعمل على الصورة دي مسلا. حاجة مسلا عليها كده هتحددها هي ديتها زي ما انت شايف تضغط من لوحة المفاتيح على زرار والت وتضغط على اللايير اللي انت عايزه اهو زي ما انت شايف عمل لك زوم على الجزء ده بس. طبعا ممكن ترجع تاني اهو. عايز تعمل زوم على الجزء التاني اللي هو ده. هتضغط برضو من لوحة المفاتيح على زرار والت وتضغط على نفس الصورة او اللايير اللي انت عايز تعمل عليه زوم. بيقوم زي رايح عامل زوم على الجزء اللي انت ام اختاره. ده طبعا سهل لك عملية الزوم كتير في النسخة دي لان في النسخة اللي فاتت كان لازم تبدل تضغط على زرار بعد كده زائد تبدل تضغط لهم كزا مرة علشان تقرب للصورة اللي انت عاوزها وبرضو ونقص كزا مرة عشان تقدر ترجع من الزوم فهو سهل لك الموضوع ده بدغطة واحدة تضغط على الالت وبعد كده تحدد اللي انت عايزه بيبدأ يعمل عليه الزوم اللي قلت لك عليه او زي ما انت شايف لو ضغلت برضو على الالت كده وضغط على الصورة التانية اهو بيقوم رايح على الصورة التانية زي ما انت شايف كده. عندنا المسل اللي بعد كده في البرنامج اللي هي ميسة دي اللي هي مسل لو انت فاتح آآ صفحات كتير زي ما انت شايف كده بالشكل ده. لو انت مسلا عاوز تقفلهم كلهم وتسيب الصفحة بس اللي انت شغال عليه. طبعا في الاصدارات اللي قبل كده كنت لازم تخش على كل واحدة منهم وتعمل لها وتقفلها. لأ في الاصدار الجديد بقى سهل عليك برضو الموضوع ده بضغطة واحدة. ازاي? دي مسلا الصفحة اللي احنا شغالين عليها. عاوز انت تقفل باقي الصفحات اللي موجودة قدامك آآ كلها. بتحدد الصفحة اللي انت واقف عليها كده بتفضل واقف عليها بعد كده بتروح على وبتعمل اللي هي اللي ظهروا قدامك دي. شوف لحظ دلوقتي بيقفل لك كل الصفحات اللي ظهرها. ويسيب الصفحة اللي انت شغال عليها بس. عندنا بعد كده اللي هي الميزة اللي هي بتاعت سليكشن. سليكشن او التحديد آآ بنسبة وتناسب للصورة اللي معاك. ازاي? يعني مسلا في الاصدارات القديمة بتاعت الفوتوشوب لو جيت مسلا على صورة زي دي. جيت ضغط عليها على كنترول تي. وكنت بتحددها في الاصدارات القديمة كنت مسلا تضغط على وشفت وبعد كده عشان آآ تسحب عشان يسحبها لك اللي هي الشكل اللي هو الفريق اللي ظهر قدامك كده ده. اللي هو تقدر تحدد الابعاد بتاعتها زي ما انت عاوز. طيب. في الاصدار بتاع الفوتوشوب عشرين عشرين هو عمل لك ايه? خلى لك اصلا بشكل تلقائي لما تيجي تسحب كده من غير ما تضغط على اي حاجة يسحب لك اوز زي ما انت شايف بنسبة وتناسب. يعني يبقى نفس الابعاد بتاعت الصورة الاصلية. لو جيت مسلا ضغط على دلوقتي هيحددها اللي هو بالشكل اللي هو الفريق ده. يعني هو كل اللي عمل ان هو عكس لك الموضوع. الاول كنت تضغط على علشان يحددها بنسبة وتناسب زي ما انت شايف كده بالشكل ده. انما دلوقتي بتسحب كده تلقائي هيت لواحدة من غير ما تضغط على حاجة. والشفت هو اللي بقى بيعملها لك بشكل فري او شكل حر او الاصل حر هنا بالشكل ده. يعني هو عكس لك الموضوع بيسهلها عليك اكتر. عندنا اخر ميزة معنا النهاردة هيعتبر يعني حاجة بسيطة بس يعني سهل عليك حاجات كتير. اللي هو الميزة اللي هي بتاعت عرض الصورة صغيرة او صورة متحركة للادوات اللي موجودة عندك في البرنامج. ازاي? يعني مسلا لو جيت وقفت مسلا على صورة زي دية كده. او على اداة زي دية. زي ما انت شايف بيجيب لك صورة صغيرة كده متحركة لاستخدام الاداة او الاداة دي بتعمل ايه? لو جيت مسلا على الاداة اللي بعدها اللي هي بتاعت التحديد او زي ما انت شايف بيبدأ الفيديو يتحرك معك او صورة صغيرة متحركة كده معك للاداة دي او ازاي تستخدمها يعني بشكل مبسط. وبس دي كانت اهم المميزات يعني اللي موجودة معنا في البرنامج النهاردة زي ما قلت لك فيهم مميزات كتير تقدر تكتشفها بنفسك. بس يعني اهم الحاجات اللي الواحدة يستخدمها هي اللي ظهروا قدامك دي. وظهر لك هنا في الجنب كده يعني شوية اه حاجة زي كده نصايح علشان تقدر تتعلمها. عندك هنا بس النصايح في قسم آآ فوتو اللي هي انت تقدر تصلح مسلا الالوان بتاعة الصورة او كده او الاضاقة بتاعتها عندك هنا حاجات تانية زي الدمج والكلام ده. وبرضو عندك هنا اللي هو زي الرسمة او الحاجات ديها. يعني حاجات زي تقدر ان انت تتعلم منها علشان تقدر تستخدمها في الصور بتاعتك. زي ما قلت لك دي كانت اهم المميزات بس اللي موجودة في البرنامج طبعا في حاجات تانية كتير جدا ممكن ان انت تقدر تستخدمها. آآ ده ببساطة كانت شرح بتاعنا النهاردة هتلاق لينك البرنامج موجود في ما تنساش اللايك والاشتراك لو نسيت اي حاجة اقولها ليه في التعليقات ان شاء الله اشرحها في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.